السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت الفن والحياة. هو عمل من اعمال المهندس حسن فتح. هو اعتبر اول عمل عمله بفكر الكباب قبل قرية القرنة باربع عوام. هو اتبنى او بدأ الشغل فيه المهندس حسن فتح سنة 1902. وعملو للمهندس حامد حسني سعيد اللي تولد 1908 وتول في الاسل وست. هو رسام مفكر مصري. واسس جماعة الفن والحياة سنة 1940. على مبدأ التوعية بالعلاقة الطبيعية بين الفن والحياة. ومدير اقدار التفرق بمظهرة الثقافة في الستينات والسبعينات. ولوحات الفنان حامس عيد بتعبر عن روعة الطبيعة. وهم الموضوعات اللي رسم فيها شجرية النبق اللي كانت موجودة في حديقة منزله منزل الفن والحياة في المرج ورسمها بالامل ورصاص بصورة امولية صوفية. انا اتولدت جنب البيت دوت. انا اتولدت في كفر شرفة. والمملة دوت كان موجود في كفر شرف بالمرج. وهو حامس عيد عاش فيه من سنة 1942 حتى وفاته في 19 مارس 2006. انا شفت البيت ده وهو بيتها في سنة 2011 بعد الثورة فترة بسيطة بدأت الفوضي في العمارة. فتوفت الفنانة احسان هانم زوجة الفنان حامس عيد. فتاني يوم على طول هدوا البيت دوت وأنا شفتوا وفاته. والبيت دوت كان مكان لتجمع محبي وتلميذ الفنان حامس عيد زي كرمة ابن هينق زي احمد شوي. طيب المونس حسن فاتحي اللي هو من صورة البيت هو صاحب كتاب عمارة الفقراء. وحصل على جائزة الرئيس وجائزة الاغاخان للعمارة. واول فائز بجائزة نوبل البديلة للسويد اللي هي خاصة بالعمارة. وجائزة البلزان العالمية والمدالية الزهبية الاولى للاتحاد دول المعمارية في باريس والمدالية الزهبية من المعهد الملكي للمعمارين البريطانيين. وجائزة ويست سوليفان للعمارة. مدالة الزهبية والاتحاد الدولي للبناء والحرف التقليدية. وجائزة برنامج الاولى المتحدة للمسلطنات البشرية. وكان حسن فاتحي صديق وزبيل في الهندسة الاخوه حامد سعيد. واستاذ الاخوه صلاح ابسعيد. فكان بينهم علاقة قوية جدا. وارتبطوا مع بعض الصداقة عميقة بالمدرسة المصرية في الفن والحياة. وطلقت اذكاره مع هذه المدرسة التي تكون من مجموعة متبينة من الفنانين والعلماء. اللي كان رابط بينهم البحث عن الحقيقة والحكمة والتعرف على منابع الطبيعة والفن. عشان كده قام المونس حسن فاتحي بتشييد بيت حامد سعيد في ضحاية المرج. واعتوب من اعماله الاولى اللي كانت بيتيه. الارض كانت ملكا لعائلة حامد سعيد وكان هو بدأ حامد سعيد عايز يعيش فيها بس كان عمل خيمة كده في حسن فاتحي عمله بيت بالفكر تابه. فالمونس حسن فاتحي بيقول في كتابه عمارة الفقراء اللي كان بنشره معهد اولادي ستيفنس اللي شؤون الدولية في شيكاغو بالوقت الامتحدة الامريكية. وتم ترجمة العربية دكتور مصطفى ابراهيم فاهمي. آآ بيقول في المونس حسن فاتحي وكان لي صديق اخر يعيش في مارك خارج الكهارة مباشرة وهو حامد سعيد. وكان فنانا اللي يعيش مع زوجته في خيمة. وسبب ذلك في جزء منه ان يكون قريبا من الطبيعة التي كان عشاقها عشقا جملا. وفي جزء اخر لانه لا يستطيع تحمل سمان منزل. وعندما سمع عم مزرعة الجمعية الملكية لزراع في باتيم اللي كان عملها المونس حسن فاتحي وكن فاهم شكل ادارية وضغط ومشاكل كده. وكيف كانت تكلفة بنائها رقيصة فانه تم بالامر اشد الاتمام ذلك انه ظل لزمن يحتاج الى مرسل. وزعب ليلقي نظر على المباني وعالنمراء النوعية الفريدة للنور في مقصورة ذات سقف مقبي قرر في حال ان يبني نفسه مقصورة ممثلة. وكان لبعض اقارج وعزب اقامنا فيها مرسما يتقاهم من حجرة واحدة ذات قبة. ومخدع مقبة مبيتا في الجدران واسونة مبيتا في الجدار. ومقصورة مفتوحة عند الطرفها تطل على الحقول وعلى منظر يترد بنى انقطاع لفدان اصل فدان من اشجر النخيات. وقد صنع لوتو في نفس الموقع وكانت التربة رملية فلم يحتاج حتى للقش. وبنى البرنقون البيت مقابل 25 جنان في حسب. ولتقطنا بعض الشبابيك الخشبية القديمة الجاملة جدا لتتخدم للنوافذ. وبعض الابواب المهملة لتتخدم للأسوانة. وكلها كانت قد اهمل اشتشاءنها زمن طويلة. اسحلت مكانات تجهيزات البراكة ذات السلوب الاوروبي واجمالا فانها حصل على كوخ صغير ساحر كمرسل بمقارب من 50 جنيه. بمجرد اكترابك من البيت حتى تتراح ذلك باب بدل الاسطح المستوية والاشجار التي تظهر من خلف الصورة. تدخل من باب خارجي فتجد نفسك في الفنان الداخلي او الصحب. حيث تحيط به جدران المنزل من ثلاثة جوانب فتجد الزلال طوال اليوم. ويعمل فناء كمنظم طبيعي وملطف لحرارة الغرف. المعمار حسب فتحي بياصف الفنان الداخلي بيقول يمكن لنظام التبريد الساكن نسبيا والمستعمل في الفنان الداخلي ان يوفر اساسا للفهم التعديلات التي يمكن ادخلها على التصميم لتوليد حركة هواء بفعل حمل حرارة. وذلك في استخدام مفهوم الفنان من اجل توفير الراحة المسلقة المتعلقة بالمحيط الحرارة. وحسب حسب فتحي فان الفنان في تصميمه وحقق عدة مسايا من هالميدان يبقي على تواجه التقليدي بواجهاته للداخل وكذلك فان الفناء يجلب لقرية بعضها من اللطف وتحضر حياة الانسان وجوان خاصا من الهدوء والجمال. كان المواصف حسن فتحي صاحب رساله فلم يكن يبني بيوتا لسرية ولم يكن ياخذ مالا لانه كان يرى ان رسالته بناء عمارة لفقرة وكان اغلى ما يبنيه هدايا لمن يقبل ان يصمم له. والمواصف حسن فتحي سعيد بيوصف منزله الاقواس والمرحيات التي تشكل الجمال بينما الخط المستقيم هو الوظيفة. واجب استخدامهما في اماكنهما بفهم وعي. كان البيت معتدلا في الصيف والشتاء لها احتاج الى تكييف. نظرا لثماكة الحواطئ العزلة من الطوب النيء من خامة الارض نفسها. فالكان حسن فتحي يقول انظر تحت قدمك وابني. ومفرها تكلفة نقل المواد الخام لمكان البناء والتزيد تناغم الانسان مع البيئة والبناء. المواصف حسن فتحي يقول ان الله قد خلق في كل بيئة ما يقاوم مشكلتها من مواد والذكاء المعماري هو في التعامل مع المواد الموجودة فحت قدميه لانها المواد التي تقاوم قصوة بيئة المكان. عرض الصالة كان بيتسع وديك حسب وضع الاعمال الانشائية المستخدمة لدعم السكر ذات الفتحات اعليها. وتم وضع شبابك في المسافات الضيقة بين الاعمدة لتسمح بروية الفناء من خلالهما. وكان حسن فتحي مهندس النيادران يستمع بانصاط لمطالب صاحب البيئة. وهنفص طلباته حتى لو كانت عاملة بسيطا كما حدث في القرنة. وفي منزل حامس سعيد ناجد تأثيرا مكانيا وخاصا في الصالة. التجاوض بكثير الوسائل البسيطة اللي استخدمها للوصول اليه. وليؤكد التعبير الذي استخدمه حامس سعيد ليصف التمثيل الفرعونية التي تم عرضها في هذه الصالة. الحضور العدوي والنبض والغموض كلها هنا. لم تكن الصالة مجرد ممر يربط جزء من المنزل بجزء اخر. ولكنها كانت تعطي احساسا يشبه العزلة في الدير. واصبع علامة اخرى من علامات حسن فتحي حين يتطلب من غرفة معينة ان تؤدي وظيفة ومسزوجة وليس حل نفعي ينصر. المنزل ذات بنى على مرحلتين. سنة أفسم عهد واربين تم بناء الواحدة الداخلية الرئيسية والاتقام من الغرفة المركزية المغطوة بكوبة والمتصلة بيوان مكوص والذي يشير الى القاعة اي الغرفة الرئيسية النمطية للمنازل التاريخية للقاهرة. وهنا يوان خارجي المكوص كبير رواق تم بنائه بالكرب من الغرفة ويفتح وتقول على المنزل الطبيعي الريف. في المرحلات الثانية سنة 1150 قام بتسميم غرف اضافية حول الفناء المزروع بالاشجار عند غرفتين رئيستين على كل جانب. ومن وحدات مزدوجات المسافات كل واحدة بكوانها من غرفة مغطاة بكوبة ومتصلة بواحدة اصغر. وكل ذلك مرتوط برواق مغطاة على الجانب الاخر. تم بناء المنزل كله بطوب اللبن. كما نجد الغرفة مغطاة بقباء مع عدد الايوانين والوراق مغطاة بالاكواس. وفرشة الفنان محمد سعيد بقائيات النجارة والاسلامية الرسينة من الحشوات الخرشبية والاطباق النجمية المجمعة. يبدو المنزل بشكل نهائي غير مرفق ويسعد تصديق انه تم بناءه على مرحلتين ومنكسرتين. وبمجرد اكتمال المنزل اصبح مكانا لارقاء الجماعة اطلقت على نساء اصدقاء الفن والحياة. اشتركوا في القناة